وعلى همشي حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصمان ديوني لاستعراض ملفات التعاون المشتركة وشدد مدبولي خلال الاجتماع لأن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شركة استراتيجية مع مصر من خلال الوزرات والأجهزة الحكومية المختلفة من جانبه قال عثمان ديوني أنه فخور بشركة الاستراتيجية بين البنك الدولي ومصر مستعرضا في هذا الصياق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين